يعني قريب من ثلثي أعضاء البرلمان التركي تقريباً نصوّطوا لصالح القرار أو مشروع إرسال قوات إلى ليبيا وإن كان محتمل ألا تحصل حاجة لإرسال هذه القوات لكن أنا أتصور أنه هو القرار له قيمة سياسية وربما دبلوماسية خاصة فيما يتعلق بالموقف الأوروبي لأن الأوروبيين بحاجة إلى موقف حازم حاسم يردعهم وإلا حيفضلوا يدعموا حفتر وتفضل الموضوع الشهربة في ليبيا في الحقيقة أولاً ليس غريب من برلمان التركي أن يصوتوا لصالح إخواننا في ليبيا لأن برلمان التركي يشعر لديها مسؤولية إقليمية تاريخية جغرافية ولدينا تجربة تاريخة عريقة وقديمة جداً مع أهل ليبيا لذلك تأخر ربما هذه الاتفاقية أولاً مع إخواننا في ليبيا مع هكومة الشرعية كأنه مات إخواننا أسحبه لأن الناس بعض الأطراف السياسية يريدون أن يجعلهم مسألة مسألة إخواننا لذلك أسحبها هكومة الشرعية في ليبيا كلنا إخوان مسلمون يعني غريبة يعني المهم هكومة الشرعية كانت تحتاج إلى دعم التركي لكن هم أيضاً تأخروا ربما بهذا الطلب لكن في نهاية المطاف تم الاتفاقية يعني هما لما انزنقوا هما لما فعلاً شعروا بالضيق طبعاً هذه الاتفاقية قد تمت هذه مرحلة متقدمة جداً وهم أيضاً طلبوا هذه الاتفاقية مع الدول الإقليمية أخرى ومع الدول الأوروبية حتى حتى مع روسيا ليس فقط مع تركيا لكن تركيا بادرت قبل الجميع لأنها لديها مسؤولية تاريخية لكن هكومة الحالية في تركيا هزب العدالة والتنمية تأخر في إبرام الموضوع أو في تنفيذ الموضوع لأنه كان يحتاج إلى شرعية أكثر من خلال البرلمان هذا تم أيضاً أيضاً كان يحتاج إلى شرعية الشارع لأن في نهاية المطاف نحن دولة ديمقراطية لسنا مثل بقية الدول نستطيع أن نتخذ قرار ونمشي الآن تم قرار البرلمان تم الاتفاقية وقرار الشارع أيضاً شبه مؤيد لهذا القرار لأن أحزاب المعارضة في تركيا منهم من اعترض لهذا القرار لكن الجواب من هزب العدالة والتنمية كان واضح جداً أنهم قالوا أن إذا كان وجود الجيش التركي أو دعم التركي في ليبيا يزعجكم لماذا مصطفى كما كان موجود في ليبيا في حرب العالمية وفيه أنه كان من قيادات العسكرية الأثمانية موجودة في ليبيا كما كان موجود في أراضي الفلسطينية فترة من الفترات أو في بلاد الشام يعني وبالتالي هذا الموضوع تم لكن السؤال الآن يطرح نفسه هل فعلاً هكومة الوفاق تحتاج إلى جيش أو دعم لوجستي أو الخبراء أنا رأي الشخصي طبعاً المختصون في شأن الأسكر هم سيحددون في النهاية أسية الاتفاقية تشمل كل ذلك هي تشمل السلاح واللوجستيات والمقاتلين أيضاً هناك نقطة مهمة جداً هذه الاتفاقية اتفاقية شرعية دولياً وإقليمياً لا أحد يستطيع أن يعترض أن هكومة الوفاق هي إيستة هكومة شرعية وتركيا كدولة إقليمية تتعامل مع هكومة شرعية بينما الآخرون كثير من الاتراف الإقليمية دولية والدولية تتعامل وتؤيد وترسل الطائرات إلى الإنقلابيين لا أحد يثور القبار في الموضوع الآن بعض الأتراف ينزعج لماذا تركيا موجودة في ليبيا السؤال البسيط لأن هكومة الشرعية هي التي تطلبها ثانياً لا ننسى كلمة أخيرة ما نسميه ليبيا تقريباً أكثر من 60 أو 70% من سكان ليبيا يعيش في منطقة الغربية وبالتالي هذه المنطقة تحتاج إلى استقرار وإطمينان والأمن وحكومتها هي التي طلبت حكومة الأغلبية أنا أعتقد أننا أمام مشهد تدافع وتصارع بين مشروعين في المنطقة العربية مشروع الذي يدعم خيارات الربيع العربي وخيارات الشعوب ومفرزاتها ومشروع الثورة المضادة أو الذي تم الإصطلاح عليه الثورة المضادة لذلك نحن نرى أن كل ردود الأفعال التي تجري هي تنبثق من هذه القضية فمثلاً عندما تجتمع جامعة الدول العربية والغريب أن جامعة الدول العربية في الفترة الأخيرة لم تجتمع للمرتين وكانت المرتين من أجل تركيا المرة الأولى من أجل عملية قصن زيتون في سوريا والاجتماع الأخير من أجل القوات التركية التي ستذهب أو سترسل إلى ما هي جامعة الدول العربية الرهينة بيد ممتاز الثورة المضادة أيها فالجامعة الدول العربية اليوم تمثل توجه الثورة المضادة بشكل واضح وبشكل جلي حتى اليوم الخارجية المصرية سرعان ما صدرت تصريحاً بالتنديد بأشد العبارات قرار أو تصويت البرلمان التركي هذا برلمان منتخب وصوت صوت بما تمليه عليه حريته وإرادته ولكن أين أنتم مما يجري في ليبيا أو في المنطقة عموماً؟ هم في النهاية في صف الانقلاب حفتر وهم في صف الثورة المضادة فأنا أعتقد أنه اليوم المشكلة مع تركيا بالدرجة الأساسية ليست فقط في ليبيا المشكلة مع تركيا بالدرجة الأساسية أن تركيا انحازت إلى خيارات الشعوب سواء في سوريا أو في غيرها وأيضاً وقفت داعمة لخيارات الربيع العربي وما تفرزه ووقفت في وجه الثورة المضادة فنحن أمام مشروعين وللأسف أنه اليوم هناك عدد من الدول ما تزال بين بين استعرف المفاجأة اليوم أن وكالة الأنباء الجزائرية صدر عنها وصف لحفتر بأنه المعتدي وهذا هذا التطور جديد اعتبره بعض المراقبين تعبيراً عن موقف جزائري واضح لجه ماجد وربما هذا يؤشر إلى توافق الآن ما بين تركيا وتونس وحكومة الوفاق والجزائر وهذه جبهة لا بأس بيها يعني جبهة جبهة قوية إضافة إلى نقطة أخرى أن ما يجري في ليبيا الغاية منه ليست فقط ليبيا نحن اليوم أمام ما يمكن أن نسميه صراع ساخن جداً على البحر الأبيض المتوسط ونفوذ البحر الأبيض المتوسط وحقيقة البحر الأبيض المتوسط في كل المراحل التاريخ كان هو محور صراع حقيقي بين الدول ومنطقة وساحة معركة اليوم هناك بعد أظن فترة قريبة جداً في قمة صهيونية مع اليونان وقبرص من أجل البحث في موضوع الغاز والغاية من كل هذه القمة هو مواجهة تركيا كذلك الأمر أوروبا وموقفها مما يجري سيحكمه قضية الهيمنة والسيطرة على البحر الأبيض المتوسط نحن أمام صراع إقليمي واسع جداً هذا الصراع بدأت تتشكل في محاور وبدأت تتشكل في استقطابات معينة أبرزها الثورة المضادة وأوروبا مقابل تركيا ومن معها من الأصدقاء وأعتقد أنه لا يمكن أن نقول ومن معها من الحلفاء لأنه حتى الآن لا يوجد حلفاء حقيقيين ظاهرين لتركيا في هذه المعارضة أصور أن هناك نقطة مهمة وهي أنه بعد الحرب العالمية الأولى تم تفتيت العالم الإسلامي وقطب العالم الإسلامي كان في ذلك الوقت هو تركيا في اليوم إذا تركيا استعادت دورها التاريخي معنى ذلك أنه هناك في محاولة لقلب التاريخ أو ارجعه إلى الخلف الثورة المضادة هي عملياً هي الأنظمة العربية والإسلامية نرى مثلاً ردود فعلهم المبالغ فيها على قمة كوالا لنبور يعني هي قمة ثلاثية أو ثنائية تتصل بالتنمية وكان هناك شبه يعني صعار تجاه هذه القمة وتم استثمار أموال هائلة لإجهاضها وهذا يفتح على نقاش آخر أنه هل الوضع الذي نعيش فيه اليوم هو نتيجة عجز أم هو وضع تم تركيبه بدقة ليكون بهذا الشكل هو وضع يعكس حالة من العجز لكن في الحقيقة هو مقصود أن يكون بهذا الشكل ولذلك هذه الدول مستفيدة من وضع الحالي الوضع المواد لمنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة أيضاً الجامعة الدول العربية تريد أن تحافظ على هذا الوضع إذا جاءت تركيا اليوم لتغير كل هذه المعادلة معنى ذلك أن أحجار الدومينو كلها ستنهار والمنظومة كلها التي نشأت بعد الحرب العالمية الأولى ستنهار وستختلف ولذلك الأطراف التي ساهمت بإنشاء هذا الوضع ثم أن دول الأوروبية أو دول العربية المتواطئة معها معنية بأن لا يتطور الدور التركي بهذا الاتجاه وطبعاً الكل يخشى من نهضة نهضة تكون إسلامية نهضة تكون شاملة وأنا بتصور أن الجانب الإيجابي مما يجري هو أن هذا التدافع صحي شوف أنت تركيا قبل 30 سنة أين كانت تركيا لم يكن لها علاقة بمعظم الدول المنطقة ولا بالعالم الإسلامي تركيا كانت أنظارها تجاه أوروبا أكثر مما هي تجاه العالم الإسلامي الآن في تراجع المنظومة العربية وهيمنت أصحاب الثورة المضادة على صناعة القرار في العالم العربي إلا من رحم ربي لا يوجد إلا تركيا وربما ماليزيا نوعاً ما ومن هنا يأتي الغيظ من مما جرى في كوالا لنبور لأنه في مشروع نهضة حقيقي هذا المشروع النهضة له مظاهر وله مراحل الثورات الربيع العربي بدأت في أواخر 2010 وبداية 2011 هي جزء من ذلك الرد على الثورة المضادة فيما بعد هو جزء من ذلك محاولات التحالف والتكاتف جزء من ذلك وأتصور أنه وقوف تركيا بشكل حاسم وحازم مع حكومة الوفاق في ليبيا هو جزء من ذلك أيضاً أتفق معك مئة بالمئة أن الصراء أو معكم جميعاً أن الصراء في الحقيقة بالنسبة لي هو صراء حضاري بالأصل بمعنى أن المسلمين معلسا في الشريط لا بد أن نقول له انقسموا على قسمين مجموعة يريد أن تمثل حضارة الإسلامية وشكلهم معسكراً مجموعة أخرى بدل من يعمل ويسهموا يساهموا في هذا النهضة الحضارية والإنسانية إسلامية في منطقة الإسلامية كل جهودهم أن يسحبوهم إلى الوراء كل جهودهم وأنوالهم وإمكانتهم حتى يدمروا هذه النهضة مع أن هذه النهضة الحضارية ليس لديها أدوة كبيرة كان بإمكان هؤلاء الذين يحاربون هذه المجموعة أن يتفاهموا بالأقلانية متميزة لكن أقل الغربي بشكل عام لأنه تمر بمرحلة الضعف لأن في حرب العالمية الوضع الإسلامي صحيح كان بشكل عام كان ضعيف لكن اليوم وضع الأوروبي بشكل عام ليس في مستوى الذي كانوا عليه في حرب العالمية الأولى بشكل عام في تراجع وبالتالي هم لا يستطيعون يتدخل مباشرة يستخدمون بعض الأناصر المحلية بإمكانية من مالية ليس إمكانية المالية الغربية هذا مشكلة كبيرة هذا موضوع أن أخشناه أيضا في جلسة سابقة أنا يبدو لي أن العناصر التي أشرت إليها والتي تريد أن تسحب المسلمين بعيدا عن النهوض بعيدا عن استعادة مكانتهم الحضارية هؤلاء ليسوا موجهين من الخارج هؤلاء لديهم أسباب ذاتية للقيام بما يقومون به لشعورهم بأن مشروع النهضة يناقض مصالحهم أو لانتمائهم أيديولوجيا إلى المعسكر الآخر إلى المعسكر الصهيوني وإلا كيف نفسر هذا الانفتاح على الكيان الصهيوني من قبل حكام الرياض وحكام أبوظبي وحكام القاهرة في هذا الوقت انفتاح رهيب يعني هم في الوقت السعودية بتسجن فيه ما يزيد عن ستين من أعضاء وأنصار حركة حماس تندلق اندلاقا على الصهايرة يعني كيف يمكن أن أفسر ذلك إلا أنه يعني مش قضية بس مجرد تسير من الخارج هذه العناصر التي تصنع القرار حاليا في هذه الأماكن في العالم العربي تماهت تماما مع المشروع المعادي للفكرة الإسلامية أنا أعتقد في هذا الإطار أنه إحنا بإمكاننا نقول ونفرق بين مرحلتين عند هذه الدول مرحلة الحكام الأباء هؤلاء الأباء كانوا يعني لا يملكون من أمرهم شيئا وفعلا كانوا لو أنهم أرادوا أن يفعلوا شيئا إيجابيا كانت تأتيهم التوجيهات والإرغامات ليفعلوا خلافه لكن جيل الأبناء الموجود حاليا محمد بن سلمان ومحمد بن زايد وهؤلاء هؤلاء حقيقة تمت تربيتهم تربية على الحقد على كل المكونات الإسلامية بل الحقد على الفكرة الإسلامية أصلا يعني اليوم هم صحيح ليسوا موجهين بالريموت كونترول من الغرب هم مدعومين من الغرب يقينا مدعومين ولكنهم في ذاتهم أنا أتفق معك تماما أنهم في ذاتهم في قرارة أنفسهم يحملون العداء يعني هو محمد بن سلمان ومحمد بن زايد هم يعادون يرون بأنه تركيا يرون بأنه الربيع العربي يرون بأنه أي شيء له علاقة بالنهضة يشكل تهديدا وجوديا لهم بأنه أصلا وجودهم لا يمكن أن يكون إلا في ظل بيئة تشبههم من القمع والاستبداد والانسلاخ عن الحضارة الإسلامية لذلك نحن نرى اليوم المشروع الذي جاء به محمد بن سلمان مشروع الترفيه هذا يقينا أن هذا المشروع لو لم يأتي به محمد بن سلمان لما كان فرض عليه فرضا لكن هو عنده إرادة ذاتية بأن يغير وجهه ويغير انتماء ويغير جلد المملكة التي يريد أن يريثها عن أبيه سلمان تعرف هو يفعل ذلك رغبة في تحقيق القبول لدى الغرب يعني هو يريد أن يثبت لهم أنا مش مجرد بس بجامل فيك وأنا حخرب بيت الناس هنا علشان سواد عيونكو يعني هذا لسانه حالهم وإلا هذه الحرب بالشعواء يعني ما تفعله أبوظبي الآن في ليبيا وفي اليمن وفي الصومال وفي مالي وأيضا في أوروبا لأن هم يريدون أن يناكفوا تركيا من خلال سربيا دخلوا في تحالفات مع سربيا واستثمارات بالمليارات هذا الذي يفعلونه يؤكد لي أن العملية مش عملية أنه واحد مطلب منه بوجهه لا هو متبرع صحيح وهو مخلص في عدائه لهذه الأمة يعني هذا السعودي النكرة الذي اتصل بنتنياهو ونتنياهو يعني تفاعل معه بسعادة بالغة وغامرة وعمل معه مكالمة فيديو ويدعمه في الانتخابات ويقول بأنه لو كان إسرائيليا لا صوت له تخيل أن هذا الاتصال يأتي من قلب السعودية إلى تل أبيب والمكالمة مع نتنياهو لا يمكن أن نقول أن هذا تصرف شخص مطبع لا هذه سياسة دولة لأنه هل يجرؤ اليوم أي واحد في السعودية أن يتصل بزوجة أسير فلسطيني في سجون الاحتلال يعلن تضامن معها لا تهم بالإرهاب ولا اعتقل مباشرة هذا يتصل بنتنياهو ويقول له أنه يدعمه في الانتخابات ويؤيده هل يجرؤ أي مواطن سعودي اليوم أن يتصل بأي أسرة فقيرة في أي منطقة في الضفة الغربية أو قطاع غزة يعلن فقط تأييده معها تأييدا إنسانيا لا يجرؤ ولا يملك ذلك ولا يستطيع ذلك وسيزجن مباشرة لأن هذا الذي يريده محمد بن سلمان وهذا الذي يريده نظامه وهذا الذي يريدونه في ليبيا يعني لما يطلع ربيع بن هادي المدخلي وهو معروف أنه شيخ المدخلية وعنوانهم ويفتي وهو شيخ المخابرات السعودية وصنيعة المخابرات السعودية ويفتي بشكل واضح وصريح أن هكذا الفتوى في رسالة التي عنوانها بأنها رسالة إلى السلفين في ليبيا وهو يعني يقول فيها بأن قتال الإخوان المسلمين في ليبيا تحت راية ولي الأمر حفتر أولى من قتال اليهود والنصارى والإخوان المسلمين أخطر من اليهود والنصارى على الإسلام هكذا ينصف كلامه هو هنا في نقطة مهمة البعد الشخصي أكيد حاضر لكن يجب أن تسبب هذه الأفعال بمسببات سياسية المسبب السياسي والذريعة السياسية والعلّة من خلف هذه التصرفات هي أن هذه الأنظمة هي أنظمة تعيش على ميراث القرون السابقة وبالتالي هي أنظمة لا تقبل ولا تتصور أن يكون هناك نظام للمواطن في أي كلمة في إدارة الدولة أو في سياستها وبتشعر أن القوة اليوم على الأرض هي للحركات الإسلامية وبالذات للأخوان وهذا شافته في أكثر من بلد فأصبح بالنسبة لها الأخوان وكل من يمت إلى المدرسة الإسلامية بصلاة هو النقيض الوجودي ولذلك هي مستعدة أن تتحالف مع أي قوة كانت بما في ذلك سربيا وإسرائيل والشيطان الرجيم من أجل أن تبقى في الحكومة صحيح كلامك لكن أنا بلاحظ وهناك مظاهر كثيرة تدل على ذلك بأن عداءهم ليس فقط للفكرة الديمقراطية أو أن عداءهم لجماعة معينة إسلامية أو كذا هو عداءهم لأن تنهض الأمة هم لا يريدون لهذه الأمة أن تنهض يحاربون على كافة الصعود يعني معنى آخر هو صحيح أنهم هم أنظمة مستبدة ويريدون أن يستأثروا بالحكم ويظلوا على هذا المنوال لكن فيما يفعلونه يتجاوزون ذلك حتى لو أتى واحد علماني يحاربون الفكرة حتى لو أتى واحد علماني لما آتى المنصف المرزوقي لرئاسة تونس هم وقفوا ضده بكل قوة وبكل شراسة من أجل إسقاطه ومن أجل محاربته هم أعداء أي تجربة يعطى فيها للشعوب خيارة أن تختار بنفسها أن تختار من يحكمها أن تختار من يقودها أن تختار ما تريد أن تقرر ما تريد هم أعداء لكل شعوب المنطقة وهم يرون أن الإسلام إذا حكم أن الإسلام كفكرة يعطي هذه الأشعوب دافعة ورافعة وروحا تجعلهم يطالبون بحريتهم ويضحون فيعلمون بأن السبيل هو القضاء على الفكرة الإسلامية القضاء محاربة هذا الدين إغراق الشعوب في الملذات والشهوات وإغراقهم في الفساد اليوم ما يجري تحت عنوان الترفيه هو حالة إفساد إغراق تام بالفساد سواء من كان يتخيل أن يجري في السعودية ما يجري ومن كان يتخيل أن يجري في دول الخليج ما يجري من هذا الإفساد ونشر الإنحلال نشكلة الأنظمة هذه أنه قادر دائما على توليد نسخة جديدة من الإسلام هذه النسخة غالبا هي توظف من أجل خدمة أهدافها يعني إحنا في بداية القرن العشرين نهاية القرن التاسع عشر شفنا الإسلام الوهابي المتشدد وكيف هو مساهمة فعلية في بناء الدولة واليوم إحنا بنشوف نسخة جديدة من الإسلام على يد حكام جدد من أجل خدمة مرحلة جديدة لذلك هم تصورهم للإسلام قطعا ليس التصور الذي في ذهن الحركات الإسلامية أو حتى أبناء المسلمين العاديين هم بتصوروا أن الإسلام هو دين موجود ويوظف لخدمة بقاءهم في السلطة ولتبرير أفعالهم وتشريعها هذا هو الإسلام أداء يعني هو أداء لتبرير ما يقومون به وهذا مش جديد هذا عبر التاريخ يعني والحكومات كانت باستمرار سواء في العالم الإسلامي أو في غيره تلجأ إلى الدين لأن الدين له قوة خاصة ونفوذ نفوذ على الشعب على الشعب فلا بد أن يلجأوا إلى هذه الفكرة يعني المشروع الصهيوني وإن كان مشروعا بالأساس علمانيا والذين جاءوا بالفكرة ملاحدة يهود ملاحدة إلا أنهم لجأوا إلى التوراة لتبريري مشروعي لذلك قال أحدهم نحن لا نؤمن بوجود الله ولكننا نؤمن أنه وعدنا بأرض إسرائيل يعني هم لا يؤمنون بأن الله موجود ولكنهم يشعرون بأنهم مستعدون من أجل تسخير هذا الدين من أجل ترسيخ فكرة أن الله وعدهم هنا نقطة مهمة جدا سمعتم من أحد الأساتذة الأتراك هو زار إسرائيل فترة من الفترات أتراك يزورون فلسطين طبعا وزاروا إحدى الجامعات الإسرائيلية في ذلك الوقت وإلتقوا مع بعض الأكاديميين هناك هي زيارة متبادلة وسألهم أستاذ التركي لأستاذ الإسرائيلي قال لدينا تراس أو فكرة أو دراسات تقول أن التوراة كتاب محرف كيف تفكرون أنتم كيف تنظرون إلى التوراة نحن ننظر هكذا إلى كتابكم وكيف أنتم تتعملون أو تفكرون الرجل كان بكل بساطة كما تفضلت قال لا يهمنا هل هو محرفنا أو غير محرف ما يهمنا أن هذا الكتاب يوحدنا في تأسيس دورة إسرائيل طبعا لأنهم يجدون المبررات فيه وإلا من أين جاءت فكرة أرض المعاد وأنه شعب مختار مع أنهم لاحدة يعني يقال أن تيدور هيرزل كان يتفاخر أمام الناس بأنه يأكل لحمة الخنزير لأنه يريد أن ينفي عن نفسه تهمة التدين لكن وجدوا فيما بعد أن هذا المشروع لا يمكن أن يجد قبولا لدى جموع اليهود إلا إذا ربط بالدين ذلك في مؤتمر صهيوني الأول في بازل كان تيدور هيرزل عرض فكرة أنه لتكن الدولة اليهودية في الأرجنتين أو في مكان كذا أو في مكان قالوا له لا لا يمكن أن نتمكن من تسويق هذه الفكرة فوقف في وجهه اليهود الروس اللي جئين من روسيا قالوا له لا لابد أن تكون فلسطين لأنه بغير فلسطين لا يمكن إخناع اليهود كونها مرتبطة بالتوراة والأنبياء الذين أرسلهم الله إليهم وفي الحقيقة هنا لابد أن نذكر مرحوم نجم التين أربكان هو في إحدى المحاضرات قال وفيه لن طبق ما قاله كلنا نعرف أن مؤتمر صهيوني في بازل اجتمع في 1896 أو 1897 هم في الحقيقة قرروا أنهم يريدون أن يقضوا على الإسلام 100% خلال 100 سنة القادمة في هذا المؤتمر ولم يكن عدد المسلمين في ذلك الوقت كثير في أوروبا بل شيء في معظومة في ذلك الوقت بالضبط لكن بعد 100 سنة أستاذ أربكان ذهب إلى بازل فعقد مؤتمر في نفس القاعة وقال للصهاينا نحن ها هنا أتينا إليكم والعدد المسلمين في أوروبا 50 مليون تجاوز أعدادهم بمراحل هم طبعا لجأوا إلى بازل لأنه في ذلك الوقت لم تقبلهم مدينة أوروبية أخرى وكانوا يودون عقده في ميونيخ أو مش عارفين في مدينة من مدينة كبيرة لم يسمح لهم فلجأوا إلى بازل لم تكن مخططة أنا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا يعني سبحان الله إنسان يتعجب ويحزن ما يجري في منطقة يعني بقد نظر عن ما تفضلت به لكن لماذا كل إمكانية الأمة إمكانية الشعوب العربية والإسلامية تبذر بهذه الطريقة يعني مثلا أعطيكم مثال عن الصومال الصومال بعد السقوط هكومة زياد بر أكثر من 20 سنة بقي الصومال بلا دولة بلا هكومة يعني وكانت مشاكل كبيرة جدا فوضى خلاقة وخرابة يعني منطقة تعبانة جدا وصعب الشعب الصومالي كان يعاني إلى أن أتت تركيا إلى الصومال وإلى أن نزل أردوغان بطائرته مع أسرته بمطار معظومة ليست في مطار يعني وخاطر نفسه يعني فروايدة روايدة بنيت الصومال الآن على أن تكون دولة متكاملة الإمكانيات الآن لديهم مطارات جيدة لديهم ميناء لديهم مباني هكومية تقدمت هنا بدأت المشكلة ضد تركيا يعني هذا مفروض أن تفعلوا أنتم يعني هذا الشعب من شعوب الإسلامية وكان مفروض أن نخدمهم لماذا تركيا؟ هل تركيا المسؤولة؟ هنا تكمن المشكلة أنهم يريدون أن يبقى الصومال على الحالة التي هو عليها الآن نحن دخلنا في موضوع الليبيا نفس الشيء ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا